عن تعليمها وتربيتها عن إنشائها النشأة الصالحة والله سانلك عنها لأنها أبالة في علقك مسؤول عن اختيار الأم الصالحة وأنت مسؤول عن اختيار البيئة الصالحة وأنت مسؤول عن اختيار المعلم الصالح وأنت مسؤول عن اختيار الصحبة الصالحة وأنت مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة الرجل راعي ومسؤول عن رعيته وقفوهم إنهم مسؤولون ستسأل ستسأل عنهم يوم القيامة ستسأل عن تربيتهم عن أمهم جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال النبذي هذا عقني قال يا ابني ما لك عققت أباك قال يا أمير المؤمنين إن أبي هو الذي عقني قال وكيف عقك أبك قال لم يختر لي أم صالحة وسماني جعرانا أو جعالا ولم يعلمني فقال له عمر رضي الله عنه قال لأبي اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك أنت الذي تصنع ذلك بيديك هل اخترت أم من صالحة اسأل نفسك هل علمت أبنائك التوحيد علمتهم دين الله أبعدتهم عن الشرك هل فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت غلاما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام تعالى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه جفت الأقلام وطوية الصحف هل فعلت هذا مع أبنائك هل علمتهم حقوق الله عز وجل هل فهنتهم وحذرتهم من الشرك ومن عواقب سل نفسك لا أكاد أشك أن معظمنا لم يفعل ذلك وأنت أجب على نفسك إنك مسؤول عن تعليمهم دينهم إن كنت قادرا على ذلك فعلته بنفسك وإن لم تكن قادرا فأتي بمن يفعل ذلك وأنفق فإن أعظم نفقت تنفقها تنفقها على زوجتك وعيادك وهي نفقة مستخلصة مردودة إن دفعت اليوم دينارا أخذته بعد سنين ملايين إن علمته حصدت ثمرة تعليمهم إن ربيتهم أحسن تربية حصدت ثمرة تربيتهم فكانوا من أطيب الناس معك وقرروا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفء ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفط لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن دينتهم إن علمتهم الدين فإنك أنت المستفيد الأول أنت المنتفع بذلك أنت هل أدبتهم وربيتهم وعلمتهم الآدابة هل فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب أبناءه وهم المسلمون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو أبونا جميعا وإن لم يكن لكم ولد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا يرسول الله وقاتم النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرنا سليمتا وقال كنت غلاما صغيرا أأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحفة في معور في إناء في طاجير تطيش فيه يده فقال يا بني يراقبه النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أقواله وأفعاله وحركاته حتى يربيه أفضل تربية يا بني ما يتركه يعيث فسادا لا بل يراحظه ويخطط له ويربيه ليس بالعم وليس بالضرب وليس بالأذى ولا بالشدم أبدا يا بني سمي الله وقل بيمينك وقل بما يليك مرة فمرة فمرة حتى يتعلم الطفل ذلك هل علمتهم كتاب الله هل علمتهم لغة القرآن ستأتي غدا وتشتكي إن نبني لا يصلي فنحن نعيش في الغرب اتصالنا بالحضارة الإسلامية اتصالنا بثقافتنا الإسلامية اتصالنا بديننا قليل جدا ممح يعني محصور في علاقتنا بزيارة المسجد وقد يزور الأبناء للمسجد مرة في الشهر أو مرد في الأسبوع وقد لا يزور منه لأننا قوم شغلتنا أموال وأعمالنا وبناء بيوتاتنا في المغرب وفي مصر وفي فلسطين عن أبنائنا وبخلنا أن ندفع لهم أجرة للمدرس يدرسهم ويفقهم ويعلمهم وإن أعطينا أعطينا بعض الهللات التي لا تساوي شيئا هل أنفقنا على تعليمهم انقطعت علاقتهم بثقافتهم الأم وبحضارتهم الإسلامية وبتاريخهم وبمجدهم فلاهم إلى حضارة الغرب ينتمون ولا إلى حضارة الشرق ينتمون فهم مسخ مشوه لا هم مسلمون الإسلام أبي بكر بالصديق ولا هم كفار كفر أبي جل مسخ مشوه لا يعرف عن دينه ولا ثقافته ولا دين غيره ولا ثقافة غيره في شيئا لا يصلون وإن صلوا صلوا أمامكم رياءا وخوفا لا حبا وإجلالا وتقديرا وقد يصلي أحدهم بغير وضوب ولا يصومون وإن ادعوا الصوم أمامنا فيأكلون من وراء ظهورنا ولا يحضرون مجلس علم